تنظيم موصوف دولياً بأنه إرهابي مثل البيكيكي ولكن هناك اتفاقات غير معلنة بينه وبين الحكومة العراقية طوال السنوات الأربعة الماضية في مخالفة صريحة للمادة سبعة ثانياً من الدستور العراقي هذا إشكال كبير أيضاً ما استمعت إليه من الأستاذ العزيز الأستاذ فاضل أبرغيف هو يتحدث عن أمر واقع يعني يتحدث عن ضيفية البيكيكي يتحدث عن ضرورة تسليمهم لمن قاموا بهذا الاعتداء وهذا اعتراف ضمني بأن هناك نوع من الشرعية لوجود تنظيم إرهابي في سنجار يعني ليس فقط تنظيم إرهابي موجود على أراضي عراقية وإنما تنظيم إرهابي يسيطر على الأمن والوضع العسكري في مدينة عراقية وطوال السنوات الماضية أنا كنت أسأل هذا السؤال وليس من مجيب ما هي طبيعة التعاون أو ما هي طبيعة الاتفاق بين الحكومة العراقية وبين القوات المسلحة العراقية وتنظيم البيكيكي ولا أحد يجيب يعني لنتذكر عندما قامت القوات العراقية بالذهاب إلى سنجار كان هناك تعاون وثيق مع البيكيكي وكان هذا واضح عندما انسحبت قوات البيكيكي من المناطق التي كانت تسيطر عليها في هذه المنطقة بعد حادثة الاستفتاء أيضا كان واضحا أنه تمت اتفاق غير معلن اتفاق سري بين الحكومة العراقية والبيكيكي على أن يكون لهم تواجد في هذه المنطقة هم وقوات أخرى تابعة لبعض الأحزاب الكردية السورية فضلا عن تجنيد بعض اليزيديين العراقي ليكونوا جزءا من قوات البيكيكي وجزءا من البيواي دي يعني لدينا إشكال كبير هنا والقضية ليست قضية حادث عرضي هنا أو مواجهة عرضية هناك نحن نتحدث عن إشكال ضو طبيعة دستورية ضو طبيعة قانونية وضو طبيعة متعلقة بالأمن القوم العراقي بمعنى ما هي الحجة التي يمكن تقدمها العراق الدولة لتركيا في هذه الحالة وهذا سر التفاوض دكتور يحيى حزب العمال الكردستاني بأنه حزب إرهابي هي تقوم بطلعات جوية بل هي هددت في مرحلة ما باحتلال سنجار نفسها إذا لم يكن هناك تعاطي وبالتالي السؤال المركزي هنا ما هي طبيعة الاتفاق السري غير المعلن بين الحكومة العراقية والبيكيكي وما هو الدور الإيراني في هذا الاتفاق لأنه يجب أن نغض الطرف عن وجود تأثير إيراني في هذه المسألة وهذا تفسيرك لحكمية التفاوض دكتور يحيى الإشكالية طويلة المدى بين النظام في إيران والبيكيكي عفو